سباح الفل والخير والجمال يا بنات ازايكم عاملين ايه معاكم نونا مقنات عالم نونا النهاردة انا هقدم لكم ريفيو عن الباودر الكمباكت ديمين ريميل طبعا هي ممسوحة بس هي اسمها ريميل ستي مات كومباكت باودر بس قبل ما نكمل ريفيو بليز متنسيش تعملي سبسكرايب لليتشانيل لايك الفيديو دا لو عجبك شيروا مع صحاباتك وفوروا صفحة الانستجرام اللي هتلاقوا فيها ريفيوهات وحاجات تانية جميلة يلا نكمل بقيت الريفيوك دعا الباودر يا بنات اسمها ريميل ستي مات طبعا هي ممسوحة هنا انا دلوقتي احط لكم الصورة بتاعتها من غير اي مسح هي شكلة زي ما انتم شايفين كده باكتج بلاستيك وحجمها 14 جرام او وزنها يعني الساعة بتاعتها 14 جرام ودي عبورة عن كومباكت باودر الدرجة بتاعتها 001 transparent في منها درجات تانية دي ما لهاش تقطية في تانية ليهم درجات مكتوب عليها up to 5 hours natural shine control with natural minerals help minimize the appearance of pores ومختبرة جلدين يعني هي بتعمل ايه يعني بتعمل control او بتحكم في الدهون بتاعت الويش المدة 5 ساعات اه ومعمولة بمواد طبيعية وكمان اه بتقلل مظهر البورز او المسامات بتاعت البشرة اه ومصنوعة في اه انجلترا ومن انتاج ريميل لندن تمام كده اه الباودر دي بتدي natural finish اه وبتحسن شكل الخطوط والبورز تمام ودي تنفع تكون اه ازا ساتينج باودر يعني ممكن تستعمليها لتسبيت الفاوندشن او ازا فانشينج باودر يعني تحسين الشكل النهائي للميكب او اه ام يعني هي بتعمل ايه يعني هي مثلا بت بتحسن شكل الخطوط والبورز زي ما هم ايلين هي مكتوب عليها مات وبالتالي هي البشرة الدهنية بس انا اشتريتها عشان اجربها رغم ان انا بشريتي جافة لانا عندي منطقة واحدة دهنية هي منخيري وسمعت كمان ان هي ممكن تناسب البشرة الجافة الريفيو يا بنات هيكون على الدرجة دي بس اللي هي الترانسبيرن زي ما انا قلت 001 هي سعرها حوالي 30 درهم اماراتي يعني حوالي 150 جنيه مصري وبتتباع في مصر في حتة كتيرة جدا زي مزايا زي اونلاين على مواقع كتيرة وجروبات كتيرة على الفيسبوك زي ما انتو شايفين الباكتجينج بتاعها بلاستيك بدائي جدا جدا يعني المنظر ده شكل الباودرز مثلا من 15 سنة تمام كده حجمها حلو وبالتالي تقدر ان انت تحطيها في شنطيتك ودي احد المميزات ان انا بحسها هندي شوية يعني سهل ان انا حطها في شنطيتي مش حجم العلبة مش كبير ومش مقابر يعني زي بعض الفاونديشن لو حبينا ان احنا نعمل سواتش للدرجة دي زي ما انتو شايفين هي فيها سنة لمعة بسيطة جدا بينة لكن هي بتديه فانش مت المفروض مش باودري يعني مفيش فول اوت هي مسكة نفسها كده وقادي سواتش لو هنعمله زي ما انتو شايفين هي تقريبا قدت يعني لون بسيط جدا يعني هي تقدري تعملي بها هايلايتينج خفيف وزي ما قلت فينيشنج وزي ما انت شايفين برضو تدي لمعة كده حلوة للوش تمام كده سمعت ان هي بتصنف من احسن الباودرز للتثبيت وتحسين الشكل النهائي لللوك يعني دي تعتبر لو عملنا سيرش كده على طوب تان باست باست كومباكت باودر مات او كده هتلاقوا من الدراج ستور هتلاقوا دي بتصنفة وخاصة الدرجة الترانسبيرنس نعمة جدا المميزات هن هي نعمة جدا وزي ما قلت لكم مسكة نفسها ومش محببة يعني الطحنة بتاعتها نعمة جدا على الرغم ان هي مش باودري تمام كده دمجها سهل جدا يا بنات على البشرة يعني زي ما انت شفت اول محطتها هنا اندمجت على طول وتفردت على ايدي مش بتعفر الدنيا يعني في بعض الباودرز باجي حطها بالفرشة مش بتعفر الدنيا وتخش في مناخيري وعيني لأ دي حلوة جدا لو انت هتحطيها على وشك مش هتعفر حين كمان باجي اعمل تسبيت للكونسيلر في بعض الباودرز بيخشه في عيني دي لأ مش هتعمل معاك كده طبعا من احد مميزاتها سعرها حلو سعرها مناسب جدا لان انا احيانا بشتريها هي سعرها 30 درهم امراتي بس انا احيانا بشتريها بتكون يعني بعشرين مثلا درهم لو فيه افرات فطبعا ده سعر حلو جدا بالنسبة للحجم ده بتدي فينش حلو جدا 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 للكونسيلر تحت العين والفاوندشن بتدي افنش مات لكن فينش ونقم المس ناعم يعني بيبقى تحفى فعلا بتحسن شكل الفنش نهائي لو فيه خطوط بتحسنها لو فيه بورز انا ما عنديش بورز برضو خليني اتكلم انا ما عنديش بورز لكن احيانا لما بحط حاجة مات على وشي بتبين يعني المات بيبينها لكن دي صراحة ما بيينش اي حاجة بالعكس خلت الفنش بتاع الفاوندشن حلو جدا فعلا منطقة المناخيرة عندي شالت منها اي دهون هي مناسبة للبشرة الدهنية ولكن هي نسبة بشريتي الجفة تحت شرط واحد ان انا اكون مرتبة مرتبة مش عارفة علقت ليه مرتبة بشريتي كويس جدا ومستعملها فاوندشن يكون البشرة الجفة يعني من فاشة استعملها على فاوندشن بيدي ناترال فنش او بيدي مات فنش طبعا فلازم اكون مستعملها على باودر وي هي اكتر حاجة نسبتني على الفيتمي الكونسيلر والفيتمي الفاوندشن اللي هو اليومنس ان سموث اللي هو للبشرة الجفة وبرده لما بجي احط منها ما بكترش يعني ما باخدش كمية كبيرة جدا باخد مسحة صغيرة جدا وبتحسن شكل الكونسيلر والفاوندشن بتدي سنة اضاءة تحت العين زي ما ورتكو كده شايفين ايدي في الحت اللي انا حطيت فيها انقوارت وديت سنة جلتري ما بتعملش خالص فلاش باك وبالتالي هي حلوة جدا في التصوير جدا وزي ما قلت هي مش بتظهر اي بورز ومش بتتكتل او بيبقى شكلها كيكي ولكن بفضل زي ما قلت للبشرة الجافة ان هي تستعملها بحذر تمام كده ثبتها متوسط مش خمس ساعات يعني انا مش حسيت ان هي خمس ساعات بس حسيت ان هي مثلا هي ممكن تختيها معاكي وسهل او انك تصلحيها يعني مثلا لو انت خرجتي حسيت ان انا يعني العادي بتاعي ان انا الفاوندشن لو مش حطة زي ما قلت لكم لو مش حطة انا ما بحطش اي برايمر للبشرة الدهونية او للدهون فلما بكون مش حطة فبيبدأ الفاوندشن يتحرك من عند منخيري شوية فبرجع قعدل الدنيا كلها بدي بتبقى حلوة جدا وبالتالي انا قدرت احصل على فنش مات من غير ما بشرتي تجف بالطريقة دي وفي نفس الوقت المناطق اللي هي عندي دهنية برضو حفزت عليها مات من غير ما تدهنين فحستها ان هي حلوة قوي وما بتاكسدش فيها ميزة كمان ان هي مش بتاكسد مش هتغير لكلون الكونسيلر هيفضل زي ما هو العيوب اول حاجة التعليب واضح جدا ضعيف جدا بيتكسر بمنتهى السهولة انا مش بستعملها كتير ولكن زي ما انت شايفين انا الميكاپ بتاعي دايما محضوط في درج ويعني باخد الحاجة بالقطار بالراحة جدا بس للاسف برضو مقدرتش ان انا احافز كفاية على الباكيجينج بتاعها مفيش سافنجة او سبونج يعني ولو قلنا بالنسبة لسعرها اتس اوكي بس يعني ده احد العيوب فيها فانتي بتطار تشتري لها سافنجة او بتطار او بيبقى عندك فرشة للباودر زي ما قلت لو بشرتك جافة وحطيتي مرة تبطيهاش كويس هتقلب معاكي مات هتقلب معاكي كيكي هتخش في كل الخطوط هتحسي ان انتي وشك عليه اسمنت لانها فعلا بتسحب الدهون من البشرة فاخد يبالك العيب هتلاقيه مع بشرتك الجافة لو انتي مرتبتيهاش انا برتبها بمرطب قوي اللي هو كيو في اللي انا اتكلمت عنه قبل كده برضو فكرة ان التعليب ضعيف ده برضو بيخلي ان هي مش فرندلي مش ترافل فرندلي يعني مثلا ما ينفاش وانتي مسافرة تحطيها وسط شنط وسط حاجات لان هي اولا زي ما شايفين سهلت الفتحة جدا ثانيا اقل خطة تكسر فهي اخرك تاخديها معاكي في شنطة ايدك بتبقي وقدة بالك جدا من انتي وانتي ماشية مع الاستعمال بس انا يعني لسه كنت مصلحها هتلاقي لو انتي بزيت بشرتك دهونية هتلاقي في طبقة دهونية بتقت تتكون هنا بس انا عشان خاطر انا بعالج الموضوع ده اول بول مش باينة دلوقتي لكن احيانا بتكون طبقات دهونية يعني الطبقة دهونية دي تحس ان في طبقة زيت محطوطة كده ونشفة بتيجي تعملي كده ما تلاقيهاش بتطلع في ايديك بتتحلم نين انتي تجيبي اي حاجة اي حاجة تقشو تقشت يعني تخربشي بيها كده السطحة وبدأ وفرج هتعود يتعملي كده هتشيلي الطبقة دي وزي ما قلت هي تعتبر سبات متوسط فهي مش تديكي على مدى طويل يعني فاش تخرج بيها من اول اليوم لاخره وهم كانوا يعني واضحين في الماضي قلولك خمس ساعات خمس ساعات ده رقم يعني متوسط شوية بالنسبة لنا رقم متوسط اللي احيان بعض 12 ساعة برا فده لو هتعود دي اكتر من خمس ساعات برا لازم تاخديها معايك في الشنطة بس كده هي دي العيوب والمميزات لو هكرنها بأسنس اللي هي البانانا باودر اللي انا اتكلمت عنها عملت عنها ريفيو هسيبلكو لينك تحت في صندوق الوصف دي بتناسب اكتر البشرة الجافة التانية بتناسب اكتر البشرة الدهنية بالنسبة لي انا هستعمل دي في الصيف التانية هستعملها في الشتة لان التانية حلوة جدا لما تكون بشرتي جافة لكن دي مناسبة جدا للصيف دي احسن في التصوير التانية لا محبتاش في التصوير خالص بس الجنرالي الاتنين حلوين يعني انا مش قادرة يعني ما قادرش استغناء ان واحدة فيهم زي ما قلتلكو دي هستعملها في وقت ودي هستعملها في وقت بس كده يا بنات يكون ريفيو خالص اتمنى يكون عجبكو واتمنى ان تكون كل فيديوهاتي بتعجبكو لو في ريفيو حاجة معايينة نفسوكو ان انتو تشوفوها بليز ابعتوها اللي اكتبوها اللي تحت في صندوق فيه في الكممنتات وان شاء الله هشوفكم في فيديو ريفيو جديد من ريفيوها تعالى من نونا وباي باي